عقد المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء السيد خليل الهاشم الإدريس بالرباط جلسة عمل مع نائب وزير مكتب الإعلام بمجلس الدولة الصينية السيد جو ويمين وتترق الطرفان خلال هذا اللقاء إلى سبل تعزيز وتطوير الشركات بين وكالة الأنباء المغربية والإفريقية من جهة ووكالة الأنباء الصينية من جهة أخرى وأشهد السيد جو في هذا السياق بتجربة التعاون الغنية التي تجمع بين وكالة المغرب العربي للأنباء ووكالة أنباء الصين الجديدة شيخنوة والتي تشكل نموذجا يحتذا به في هذا المجال في هذا الصدد أعرب السيد جو عن استعداده لتطوير شركات مبتكرة من الجيل الجديد مع وكالة المغرب العربي للأنباء بهدف استخدام التكنولوجيا الحديثة وكذا شركة ترم مضعفة التبادلات بين إدارتي الوكالتين والصحفيين من البلدين من جهته أوضح السيد الهاشم الإدريسي أن بإمكان وكالة المغرب العربي للأنباء أن تتطلع بهذا الدور في الاتجاهين مشيرا إلى أن دور مراسل الوكالة بالصين هو شرح الثقافة والوسط السين للمغاربة والتعريف بالمقابل بالمغرب لدى الصينيين وفيما يخص جانب التعاون أكد المدير العام للوكالة أنه يجب تصور نموذج جديد للتعاون يتمشى مع انتظارات الأفارق الذين يطمحون إلى تعاون أكثر توازنا واحتراما للقيم الإفريقية يتلاءم مع خصوصيات القارة وأبرز أن تكثيف العلاقات مع الصين لا يمكن أن ينجح إلا من خلال تنويعها خاصة في مجالي الإعلام والاتصال شكرا